في خبر مهم حصل النهاردة في سياق جهود الحكومة لتسهيل عملية الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص زي ما كنا بنتكلم امبارح دور الحكومة في توفير المناخ الداعم للاستثمار المحلي والأجنبي النهاردة وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية وفقا للضوابط اللي سيقرها مجلس الوزراء وياريت نركز في الحزمة دي من الإجراءات لأنها مهمة جدا وأعتقد بتجيب على كتير من الأسئلة الخاصة بمسألة الاستثمار والقطاع الخاص الإجراء الأول الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدى ضريبة القيمة المضافة حتى خمس سنوات وده للمشروعات الصناعية اللي بتستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية ويصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة أقصاها ثلاث سنوات الحافز الثاني إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من الصناعات دي بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء الحافز الثالث إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى خمسين في المائة بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة لي الحافز الرابع هو التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي أعتقد أن في الحوافز دي إجابات لعدد من الأسئلة حول الحكومة بتعمل إيه لتيسير الإجراءات للمستثمرين ومن فترة الحكومة ماشى في الطريق ده في طريق تسهيل وتقديم حوافز من النوع ده لكننا الرئيس النهاردة وجه بالحزمة من هذه الإجراءات وأربع حوافز مهمين جدا للمستثمرين والمهتمين بمجال الصناع